لدى البطريارك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام فارس وساماً باباوياً رفيعاً من رتبة قائد منحه إياه البابا فرانسيز تقديراً لشخصه ولمبادراته الإنسانية والإنمائية دعماً للكنيسة السعية إلى نشر ثقافة المصالحة والسلام في لبنان والشرق الأوسط وتعزيز الوجود المسيحي فيهما وذلك خلال لقاء تكريمي أقامه فارس للبطريارك الراعي في دارته في باريس بحضور المطار نابورس الصياح وفرانسوا عيد وناصر لجميل وعدد من الشخصيات الدبلوماسية كما قدم البطريارك الراعي لفارس وعائلته أيقونة السيد المسيح والميدالية البطرياركية العليا وفي كلمة له شكر فارس البابا فرانسيز لقيادته الكنيسة الجامعة بروح العدل والوداع الإنجيلية وخاطب البطريارك الراعي قائلاً خطابكم صوت لبناني صادق نديتم بصوت عال ليسمع أنين الوطن من له أذنان سامعتان والمؤلم أنه عاد يسمع اليوم خطاب لبناني غير جامع وتدخلات خارجية مؤثرة حالت كلها دون انتخاب رئيس للبنان رمز وحدته فرد البطريارك مخاطباً فارس إذا ما نشهده في لبنان والمنطقة وإذا الصفات المميزة التي أنعم الله عليكم بها نقول لكم إن وطنكم لبنان بحاجة إليكم فلا تتركوه أو تنسوه في معاناته